وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللوم لقادة لبنان لإعلانهم مصالحهم الخاصة على مصلحة بلدهم وتعهد بالمضي قدما في جهود منع حدوث فوضى في ذلك البلد لكنه لا يملك فيما يبدو خطة بديلة إذا فشلت مبادرته واستقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أدي بيوم السبت بعد أن حاول تشكيل حكومة غير حزبية مما وجه ضربة للخطة الفرنسية التي تهدف إلى حشد زعماء ذلك البلد لمعالجة أزمته وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في باريس إنه يشعر بالخجل من زعماء لبنان السياسيين ولأول مرة انتقد ماكرون أيضا على وجه التحديد دور حزب الله المدجج بالسلاح ونفوذ إيران وقال ماكرون إنه لا يمكن لحزب الله أن يكون في الوقت نفسه جيشا في حالة حرب مع إسرائيل وميليشيا مطلقة العنان ضد المدنيين في سوريا وطرفا يحظى بالاحترام في لبنان واختير أديب في الحادي والثلاثين من أغسطس أهب لتشكيل حكومة بعد أن حقق تدخل ماكرون توافقا على تسميته في دولة يتقاسم فيها المسلمون والمسيحيون السلطة وتقضي الخطة الفرنسية بأن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لمكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات مطلوبة للحصول على مليارات الدولارات كمساعدات دولية لإصلاح اقتصاد صحقته أزمة ديون ضخمة لكن هناك مأزقا بسبب مطلب حركة أمل وحزب الله تسمية عدة وزراء أحدهم وزير المال الذي سيلعب دورا كبيرا في وضع خطة الإنقاذ الاقتصادي وانتقد ماكرون كلا الجماعتين قائلا إنهما أغلقتا الطريق أمام جهود تشكيل الحكومة بحلول مهلة منتصف سبتمبر أيلول وقال ماكرون إنه سيدعو شركاء دوليين في غضون 20 يوما إلى تقييم جهوده وسيعقد مؤتمرا للمساعدات بحلول نهاية أكتوبر 21 وأمهل الزعماء السياسيين من أربعة إلى ستة أسابيع لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها